مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم هنتكلم عن سر مش ناس كتير بتعرفه ولا موركيج بروكر بحكول الناس لما بدهم يشتروا بيتهم الأول وهذا السر يعني للأسف ما بعرف ليش الناس ما عام تحكي عنه بس عشان اعمل ديسكليمر والناس تتأكد من الموضوع اسأل الموركيج بروكر تبعك قبل ما تبدأ في اي خطوة واسأل الشخص اللي بيسوي لك المحاسب تبع التاكس قبل ما تسوي اي خطوة عشان انا ما تحمل المسئولية انا هاي المعلومات ريسيرش خاصة عملته ولقيته وكنت اتمنى انه واحد كان يحكي لي اياه قبل ما اشتري البيت تبعي في حال انك بدك تشتري اول بيت اول بيت بركز عليها اول بيت في حياتك بتقدر تسوي شغلة بتساعدك انك توفر عشرة تلاف لعشرين الف اذا انت ومرتك بكون لكم هذا اول بيت فاذا لك لأول بيت او لمرتك هنحكي عن هذا الموضوع في التفصيل الان القطوة الاولى بتروح قبل تسعين يوم من شراء البيت بتسوي شغلة اسمها الرس بي الرس بي اللي هو تبع الريتايرمنت بلان في البنك هذا حساب تفتحه في البنك قولهم بس الرس بي هم بيعرفوا فتحولك اياه في البنك اللي انت عندك حساب فيها وفي اي بنك ثاني ممكن تفتحه ما عندك مشكلة بس لازم يكون قبل تسعين يوم من شرائك للمنزل الان اذا نحكي طبعا انا بدي احكي الارقام بشكل عام تختلف هاي الارقام من مقاطعة لاخرى قد يكون فيها اختلافات اعلى او اقل حسب المقاطعة وحسب التاكس القوانين التاكس اللي موجودة فيها هنحكي عن مقاطعة انتاريو نحكي انه مثلا دخلك انت 60 الف دولار بالسنة بحقلك الدخل بماكسيموم 35 الف دولار في الار ار اس بي اوكي اجين هذا الرقم بختلف من شخص لاخر بس خلينا نحكي انه 35 الف دولار اذا دخلت انت 35 الف دولار راح ينزل عندك من التاكس تبعك مقداره 10 الف و 200 تلاتمية دولار خلينا نحكي 10 الف دولار اجين بحكي هذه الارقام بالنسبة لمقاطعة انتاريو الان قبل ما تشتري البيك طبعا بالتالي انت صار عندك 35 الف دولار موجودين عندك في الاحساب اوكي اوكي عندك 10 الف انت رجعتهم من التاكس اللي دفعته في السنة فصار عندك حوالي 45 الف دولار في حسابك او انت معك في 45 الف دولار اذا طبعا تختلف هذا زي ما حكينا من مقاطعة لمقاطعة في قانون في كندا ومقاطعة انتاريو موجود اذا بدك تشتري اول منزل ارجع بحكيها اول منزل بحقلك تسحب ماكسمم 35 الف من حساب الرس بي بدون ما تدفع عليهم تاكس يقول لك تسحب من الرس بي مبلغ 35 الف دولار بدون ما تدفع عليهم تاكس بشرط انك تسدهم خلال 15 سنة بزيرو انترست بشرط انك تسدهم خلال 15 سنة بزيرو انترست يعني انت دخلت واخدت 10 تلاف زيادة اليك ويقولون لك سد 35 الف ل 15 سنة يعني انت بتحكي عن كل سنة بدك تدفع لك حوالي 2000 دولار تحطهم في الرس بي عشان تقدر تسد هذا المبلغ اوكي او 2000 وشوية وصار عندك صفر صفر انترست عليهم يعني الفايد عليهم من الحكومة صفر اوكي فانت فعليا عملت لحالك متدخر شوي صغير للمستقبل واخدت كسبت 10 تلاف من الحكومة هلا اذا انت بتعمل ومرتك بتعمل كل واحد ممكن يسوي هاي الطريقة ويكسب 10 تلاف دولار فبالتالي بصير عندك 20 الف دولار زيادة انت ماخدهم من التاكس ريفوند الموضوع مش موضوع النصب الموضوع مش موضوع الضحك هذا موجود في السيستم الكندي للتاكس وبالتالي انت ممكن تستفيد منه بس للأسف كتير مورج بروكر وتاكس اكاونتنت ما بيحكوا للناس عنهم خاصة لما بدهم يشتروا اول منزل عشان هيك تبدي احكي لك انه تنتبهنا هذا الموضوع الموضوع مفيد جدا 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 ممكن يوفر عليك مبلغ 20 الف دولار وانت يعني مش عارف يعني موضوع سهل جدا مش عارف ليش معظم التاكس اكاونتنت والمورج بروكر ما بيحكوا للناس عن هذا الشي انا صراحة بالصدفة اكتشفته فاذا عندكم مورج بروكر او as well l for a financial advisor او تاكس اكاونتنت اسألوهم عن الموضوع عشان تتأكدوا بالذبط وارجوهم هذا الفيديو وفي شغلة زي ما حكيت في ال التاكس موجودة بسموها تاكس كريدت للفيرس هوم باير طبعا في الفيرس هوم باير لهم كمان الآن طبعا الآن في نظام من الحكومة أو شغلة مساعدة من الحكومة أنه يعطوك مبلغ وإذا ما بعت البيت هذا المبلغ بصير يعني لها طريقة ثانية ممكن نعمل عنها فيديو في المستقبل لكن هذه الطريقة مضمونة وسهلة جدا فمرة تأني ديسكليمر تواصل مع الموركيج بروكر تبعك ومع المستشار تبعك تاكس وتأكد منهم وإن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو ادعونا إذا استفدتم منه والسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد